وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعنوين البرنامج أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا وأسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المقبولين نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات بفضلي محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير بارك الله فيك عندي سؤالات على ربعة ورحمة ثلاثة لكن الحضرار سنينة أول سؤال كان أنت تعرفين أني مريض وعندي سكر وعندي ضغط وعندي باقي المراض الثاني أين؟ وطبع إيشار رمضان العام أظن أني خطرت من ستة أيام أبقى سبع أيام وحادي قجم بعد رمضان إن شاء الله يعني تعاورها ولا قبلت حاجة يعني طبع إيها هالي استمع حيني نوضياني أين شار رمضان مفروف استمع جاني وطلعت النسافة أيام أربع أيام يعني حمد الظروف يعني شوية ورمضان هذا صمت هذا رمضان صمت هذا اللي نحن فيه هذا رمضان صمت حيني أفطرت في أربع أيام أفطرت أربع بس ها أربع أيام لكن أنا قدرت أن نحن نسمع قضعت الفطرة طلعت الفطرة ليش؟ هي أنت تقدر تصوم أية محمد محمد يا محمد أنا سألتك قبل شوي قلتلك ست رمضان هذا تقولي إيه صمتما أفطرت إيه محمد أنت صمت لك صمت لك من أفطرت أنا أربع أيام أفطرت أربع أيام بس أـوه أربع أيام في هو إلما يؤكد الفطرة والباقي كلها صمتها أه والحمد الله طيب عطل السؤال الثاني السؤال الثاني الزكاة ايه كم الزكاة يسمى عن الألف الزكاة كم عن الألف الزكاة إن شاء الله السؤال الثالث سؤال الثالث يعني فطرة الرمضان يعني يعني كي نفطر بالعيش. ان شاء الله. باقي شيء يا محمد. او العيش نعطيه حق الفخارة او العيش يعني نعطيه حق الذي يعني مع معمار معمار. ان شاء الله ابشر ابشر. باقي عندك اسئلة يا محمد. مشكور اذاك الله خير. تسمع لجوبة ان شاء الله بعد شوي. نعم. مشكور مشكور. فضلي ناجي. سلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا ناجي. سؤال الاول يا شيخ بالافضل كتب التفتير. ان شاء الله. سؤال التاني ماذا نقول في صلاة العيد عندما يجي الامام. هل في اقامة ام لا. ان شاء الله. سؤال الاخير امت يأكل الرسول امت ورد عليه يأكل كمر وترن. كيف كيف. بمعنى الرسول يأكل كمرات فطر قبل ما يمشي للجامعة في عيد الفطر. صحيح. انت ورد هل يوجد ايام يأكل فيه كمر وتر خاطر الفطر ام لا. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. واضح. ام محمد. السلام عليكم يا عشف. عليكم السلام ورحمة الله. بزنزح ما عندي سؤال. احبم ديونين بمبلغ كبير ولا طاق الماء بردة. تقريب من اثنع عشر سنة. واللي طالبنا للمبلغ يعني هو مو مو غريب يعني زوج اختي. اي. ودائما يقول لنا اني ما ابريلكم الدمة. وانا يعني مشتاقة وناوية ان اروح للحج. هل جاز شرعا لي. اني اروح للحج. زوجي هو اللي مديون. مو انا. نعم. ان شاء الله يا ام احمد. هلان يعني يعني جاز اروح ولا. هو ما يبرد ما يعني. خلاص انه سوى مشاكله ما وما ما كتارا. يعني ان نرجع هالفلوس كل شهوية علينا. ان شاء الله يا ام احمد. ابشر ان شاء الله. تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا. ام احمد من عجمان. ابو احمد من عجمان. عفوا. ابو احمد فضل. عفوا. سلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. احبك في الله يا شيخ. احبك الله. سهلا. اه شيخ. انا لما اقول الله بصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحفي اجمعين. اضيف يعني في بعض الاحيان صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدي. هل عليه شي في هذا. ان شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ. يعني في بطلا بعض امت المساجد. يعني اغدار المد ولا الضال يعني كم ست حركات او لا اكثر يعني في يوم امتين يوصلوا للعشرين. يعني يمدون اكثر من ست حركات. اكثر من ست حركات. ايوه. السؤال الثاني يا شيخ. اذا شخص حب مثلا يستري بيت وارادي يستغرب من قريب اله يعني. ويعلم انه يعني القريب اله المال اللي يعده ممكن فيه شفاء او فيه حرام. فهل يجوز ان يستغرب من عنده مال ويستري البيت. ان شاء الله يا ابو احمد. يا شيخ. الا زكاة الفترة انا اخرجتها اليوم. هل علي اتم ولا ان شاء الله يعني اخرجتها عن كل شخص من اسرتي مثلا ثلاثة كيلو من رز او دقيق او. احنا اليوم كم يا ابو احمد? احنا اليوم ستة وعشرين ها? ستة وعشرين ايوه. ايه. الله يعينك يا ابو احمد انك تطلع الزكاة مرة ثانية. ان شاء الله يا شيخ. بجاوبك ان شاء الله واجاوب جميع الاخوة اللي شاهدوني باذن الله لان حقيقة كثير منهم حتى على الخاص يكلموني. ونطلعين بعضهم من امسوا بعضهم اليوم وكذا. لا بنخبركم ان شاء الله فيها. بذلك الله خير يا شيخ. مرحب وبحث. مرحب وبحث. مرحب وبحث. على وسهل. اكيد امو محمد ان شاء الله. يلا. صدنا امو محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيف الحال. مرحبا. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يعطيك العافية. اندي وحدة عندها تقريبا من اربع الاف إلى خمس الاف زكاة. ايه. اختها عندها اختها ضعيفة. دوجها راتب على قد. ايه. وتبي تعطيها اياها تساعدها في تكريف في الولادة هل يجوز تعطيها أمام محمد اللي فهمت منك أن يعني امرأة عندها مبلغ زكاة قيمة أربعة خمسة تريد أن تعطيه لأختها لأنها محتاجة وما عندها مصاريف عملية الولادة هذا السؤال أبشرية محمد بعدين شيخ سؤال ثاني أنا يا شيخ بعض امرار في الركوع أقول سبحان رب الله بس يطلعني وأقول سبحان رب العظيم هل علي سجود سهوة لأنه كم مرة يعني هو بالله مرة واحدة كم مرة أقول سبحان رب العلاهم بعدين أنتبه وأقول سبحان رب العظيم هذا في الركوع أيها في الركوع جاء رب العظيم إن شاء الله يا أمام محمد شكرا الله يطول لهم مرحب أختي مرحب هم فائز سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضل يا أختي السؤال الأول بأسألك زوجي توفى يعني 22 رمضان طبعي الأربعة تسهر عفوا أنا فائزة الصوت والله مش واضح عندي ممكن أعيدي السؤال لو سمحتي زوجك توفي متى 22 رمضان طبعي 3 تسهر الأربعة تسهر 22 رمضان توفي لا طبعي الأربعة تسهر طبعي الأربعة تسهر قبل أربعة أشهر آه يعني 22 صار له أربعة تسهر أي 22 رمضان نعم نعم آه بدي أشوف الأيام هدولة أحسب 29 ولا أحسب كيف يعني أحسب الأيام الشهر إذا إذا تسهر 20 وانت كيف حسبتي أخت الفاضلة عدتك كيف حسبتي طبعي 22 جماد جماد الأولى جماد الثاني جماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان 22 جماد الثاني نعم آه طيب يا أم فائز إن شاء الله إذا الشهر 29 هدول كيف أحسبهم إن شاء الله إن شاء الله آه وبعدين السؤال الثاني إن شاء الله أنا بصلي بصلي بركعه وبسجوده وكله بصلي على الأرض بس لما أتحي التحيات ما بقدر أكني إجري إي آه كيف أيام بأبعد على الكرسي وإيامه ووقف ووقف عليهم بتعب بقدرش يعني يعني أنه أفضل أصليها كل أقصلي رقع الأخير ساعة التحيات أصليها على الكرسي إن شاء الله تسمعين إن شاء الله السؤال الثالث تحلف أنا أيام يمنات يعني تحلف أعائشة بين نفسي بكون حق إشي يعني اللي حال سعلي بين نفسي الموجودين بكونوا شي يعرفوا كيف يكون هنا أعيدي أم فايز أعيدي كيف عفوا لما أحلف الأيامين تحلفين بحلف بدي إشي بين بأقول من هون لبقرة أو مثلا من هون سعتين بأحكي للموجودين أديش الوقت أو شهور يعني أضربيني المثال أضربيني المثال أحلف بأقول بدي شي مثلا أفوت عليك بين نفسي بأقول بس اليوم بسه بكون أشعار في وقتين يعني أنت تقول والله هذا أمر عليك اليوم وفي نفسك أنك مش اليوم هيك يعني لا نفسي نفسي بأقول له بديش اليوم أفوت عليك بحلف عليك ها طيب بديش أفوت عليك اليوم بس هو بكون أشعار تذكر أنه طول الوقت بديه ها ها أنت يعني يعني كلمة اليوم في نفسك ونفسي بينه بين نفسك ما تكلمت فيها أي وضح يا مفايز أنا أقالي لنفسي بدي أحلة تساك يعني مرحبا 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 أهلا فضل يا فاطمة السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله شيخ عندي ثلاث أسئلة الله أرد عليك تفضل يا فاطمة هل يجوز أن طلع الزكاة فلوس وعلى الجمعيات جمعية سكاة الفطر يعني أعطيها صندوق أيوة وأنا لما صلي وراء الإمام ولا حتى في البيت بقول سمع الله لمن حمده وبعدين أقول ربنا ولك الحمد وأهدي لي مصحف مكتوب عليه اسمي جابوه للمصحف مكتوب عليه اسمي هدية ها أي وهدية مكتوب اسمها ليجوز مكتوب اسمي يعني كبير على المصحف على الغلاف اللي وراء إن شاء الله يا فاطمة شكرا يا شيخ الله أرد عليك عفوا مرحبا أبو علي السلام عليكم الشيخ السلام ورحمة الله كيف حالك فانك ضيب طب حالك مرحبا الشيخ بدأتكر بسالحان الفترة الآن تقدر تعطيه هذا الكيس تأخذه الكيس مال الأرض وتعطيه شخص واحد بيت واحد إن شاء الله زين والسالث ثاني إذا مثلا تقدر بعد الفترة تتروح مطعم واتجيب لك كم مسكين وتحطيهم جود ولا ما جود علشان إيش مثلا تطعم مسكين مشان الفترة ما جود يعني قصدك بداء الفترة أي مثلا ها يعني بعد ما توزع الفترة تروح تطعم مساكين هذا قصدك لا مثلا تقول لا أنا ما بفترها يعني الفترة هذه أي قصدك تعطيه نيو إلا مطبوخ هذا المعنى أي نعم أبشر إبو علي مشكور مشكور ألي بارك الشيخ وفيك بارك تفضل محمد محمد من العين تفضل السلام عليكم يا شيخ السلام ورحمة الله الله يسلم ما رحمه في سوالين عندي شيخ في بالنسبة مشان إذا أنا سورة سورة الحمد أول الصلاة يعني تحس بي أنا ممكن ما قريبت شو بعد يعني رجع مرة ثانية أو كيف سورة أنت الوحدة كلها مع الجماعة في المسجد لا روحي إن شاء الله يا محمد الثاني طويل عملك بالنسبة مشان الفترة رمضان يعني نحن الأول عندنا نوزع هل في الحارة عندنا في الدار بعضنا بعض تسمع العلم يا محمد إن شاء الله بعد شوي بارك الله فيك بارك طيب طيب نكتفي بهذا القادر قبل ما أجيب على الأسئلة بالأمس سؤلت ثلاثة أسئلة سبحان الله أو سؤالين كلها حول آية واحدة استعجلت حقيقة في الجواب أردت اليوم أنني أوضح سبحان الله جاءت هذه الآية في سورة الأحزاب تتحدث عن نفي نفي الله عز وجل ثلاث أم الأمر الأول سألني أظن أحد الأخوة من عمان فيما يتعلق بقضية ما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفه والثاني مسألة التبني وأظن الظهار لكن الله أعلم لكن عموما هذه الآية جاءت في صدر سورة الأحزاب تتحدث عن ثلاث قضايا نفاها الله عز وجل الآية الأولى يقول جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفه هذه واحد ثم قال جل وعلا وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ثم الثالث وما جعل أدعياءكم أبناءكم الآية الأولى اختصرنا الجواب فيها وهي أن الله جل وعلا قال ما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفه في جوفه يعني لأن القلب أصلا في الجوف في جوف الإنسان في صدر الإنسان وهذه الآية لأهل العلم مشارب وطرق في تفسيرها لكن هم يقولون بأن الآية جاءت نزلت بسبب أن رجل من أهل مكة يقال له جميل أظن المعاثري أو كذا قال جميل قال كان يقول بأن له قلبين عقل قلب حكمة فنفى الله عز وجل عنه هذا الأمر وقيل بأن الآية أصلا جاءت في خصوص النبي عليه الصلاة والسلام حينما زعم المشركون أو المنافقون قالوا بأن له قلبين قلب مع المسلمين وقلب مع المنافقين قال جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف هذا فيما يتعلق بظاهر الآية الأمر الآخر هذه الآية فيها يعني بيان عظيم خلق الله عز وجل وأن الله تعالى خلق هذا القلب وجعله ميعاء للعقل وعاء للعقل ولذلك قال جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها فالقلب هذه المضغص نوبرية التي يعني قدر قبضة اليد هذه هي جعلها الله ملك الأعضاء كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله من أهل العلم لهم يعني تفسير مقاصدي بعيد وشير إلى أن هذه الآية تفيد على أنه ما يمكن لإنسان أن يجمع بين دينين وبين إلهين في محل واحد يعني بمعنى أنه يقول والله أنا أعبد الله ويعبد معه غيره يعني ما يمكن لأن القلب واحد فالقلب بيت الرب جل جلاله ولذلك ما يمكن أن يكون للإنسان ما يجتمع أصلا كون يعبد الله ويعبد غيره ما يجتمع في قلب العبد لذلك إذا نفينا القلب الحسي ما من أحد إلا وله قلب واحد كذلك ما يتعلق بالأثر بعد ذلك النفي الثاني وما جعل أزواجكم الله يتظاهرون منهن أمهاتكم هذا رد على من كان يحلف بالظهار يعني يقول مثلا يحرم زوجته عليه يقول أنت مثل أمي وحرم الله جل وعلا ذا قال وما جعل أزواجكم الله يتظاهرون منهن أمهاتكم كيف تجعل زوجتك مثل أمك أو مثل بنتك أو مثل أختك مثلا ولذلك عند الظهار كان في الجاهلية طلاق لما جاء الإسلام جعله يمين وفيه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعامه ستين مسكين النفي الثالث ما يتعلق بقضية التبني وهذه للأسف أنا نبهت عليها بالأمس باقتضاب أن التبني للأسف ما زال موجود في كثير من الدول الإسلامية وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام فالابن اللي بالتبني هذا لا يمت لك بصلة إنما أنت أحسنت إليه ورحمته واحتضنته وربيته لكن لا يجوز لك أن تنسبه إليك ولذلك قال جل وعلا وما جعل أدعيائكم هذا دعي أنت دعوته إليك وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلك قولكم بأفوايكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناعا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبك فليتعمد ويقصد هذا هذا لا يجوز لذلك الآن يوجد بعض الأسر مثلا يعني ما عندهم أولاد ما ينجبون فيأتي الأب بأحد الأيتام مثلا وكذا فيدخله فيتبنى يسجل حتى في الأوراق الرسمية على أنه ابنه وهذا حرام حرام ما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلك قولكم بأفوايكم الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولذلك يجب على الإنسان أن يدعوه لأبيه فإن لم يعلم له أبا مثلا خلاص يعني هذا أخ لك وأيضا ممكن ينسب إلى اسم مثلا عن طريقه مثل ما يفعلون الآن في الجهات الرسمية ينسبونه إلى اسم ولذلك أخواني أنا ذكرت بالأمس أن الشخص الذي تبنى طفل يحرم عليه أن يعبر بالتبني وإنما إما يكون كفله يتيم مثلا وإذا بلغ خلاص أصبح أجنبي إلا في حالة واحدة إذا أرضعته زوجتك أرضعته خمس رضعات في الحولين في السنتين أصبح ابن لك من الرضاعة وزوجتك ممكن تكشف عليه لأنه لأنه تصبح أمة من الرضاعة حبيت فقط أنبه إلى هذه المسألة لأنه بالأمس كنا شوي مستعجلين فيها محمد من الشارق يقول بأنه عنده يعني مريض في السكر والضغط وبعض الأمراض عفاها الله يقول لني أفطرت العام ستة أيام يقوله جاء علي رمضان الثاني وما صمت يقول السنة هذه أفطرت أربعة أيام يقول ماذا عليه محمد الله يرضى عليك يبارك فيك ويكتب أجرك وأسأل الله عز وجل أنها يعافيك ويرفع درجتك أخي الفاضل الستة أيام العام الماضي في ذمتك مدام تقدر على الصيام الستة أيام في العام الماضي الستة أيام هذه اللي في رمضان الماضي في ذمتك ذمتك مشغولة فيها لأنك قادر على الصيام حتى مع وجود الأمراض كثير من الناس عندها أمراض والحمد لله يقدر هذا أنت ولله الحمد صمت أربع وعشرين يوم العام الماضي ستة أيام هذه في ذمتك ولذلك بعد ما يجي وقت البراد إن شاء الله وانت على خير وصحة أيام الشتاء النهار قصير والجو بارد تصومها الله يرضى عليك والأربعة أيام هذه كذلك تصومها إذا يسر الله لك وصار الوقت طيب وبراد وقصير النهار تتحمل ولا لاحل ما عندك مشكلة تصومها ما تطعم تطعم متى إذا خلاص عجزت عجز كامل ما تقدر تصوم أبدا أو قالوا لك الأطبة ممنوع يا محمد أن تصوم ممنوع وتتحمل مسؤولية يقولون لك مثلا في هذه الحالة تنتقل إلى الأطعام أما قادر اللهم بارك مثل حالتك لا تصوم وأيضا إذا تساهلت يعني مر عليك فترة وانت قادر تصومها يعني مثلا الأيام الماضية قبل رمضان جانا ما شاء الله بارد طيب وجانا جواء زينة وأمطار وخير والنهار قصير وأهملت تقضي هذه الأيام وتطعم عن كل يوم مسكي ليش لأنك تساهلت وتهاون تقول لي لا أنا ما تساهلت أنا مريض وأخذ أدوية وما عندي قدرة ما عليك شيء ما عليك إلا القضاء محمد يقول للألف درهم زكاة كم؟ 25 درهم الألف 25 10250 المئة ألف 2500 بها الطريقة هذه بارك الله بك لكن هل الألف فيها زكاة؟ يعني إذا كان عندي شخص الآن ما عنده الألف ألف درهم بس ما عليك زكاة لأنه ما بلغت النصاء اللي والله يحب يقول أنا بزكي الألف أطلع 25 الله يقويه ويعطيه العافية ويتقبل منه اللي عنده ألفين ما عليك زكاة إلا إذا حسبناها بنصاب الفضة إذا جاء نصاب الفضة مثلا حسبنا سعر قرام الفضة وضربناه ب595 طلع لنا ألفين مثلا أنا أضرب مثل فيها الزكاة أو حتى ألف يعني قد يكون مثلا أحيانا سعر قرام الفضة يمكن ما يجي درهم أو أقل مثلا ممكن نحسبه بهذه الحسبة محمد يقول فترة رمضان يقول ممكن نطلعها عيش نعم ممكن أخوي الفاضل هي أصلا الآن طعام أهل البلد طعام الناس أغلبهم في منطقة الخليج الرز يعني هذا الغالب الرز هو طعام أهل البلد ولذلك نطلعها رز أو تمر مثلا إذا حبيت بعض الناس يطلع سكر هذا غلط من وين السكر جبته السكر إذا حبيت أنك أنت تصدق لأن هذا ما هو بطعام وله بقوت السكر هذا ليس هو قوت يقتات منه الناس وبه قوام حياتهم لا اللي يقتاتونه ويبقى هو الرز الرز والتمر عندك التمر والرز أما قضية والله يطلعون سكر إذا كان والله صدقة مع الرز ما فيه شيء طيب الرز وسكر وسمن ومثلا يعني الزيوت هذه وطحين طيب لكن الأصل أنك تطلع العيش تطلع الرز بارك الله فيك ناجي يسأل عن أفضل كتب التفسير أخي أخي الفاضل بارك الله كتب التفسير كثيرة والحكم على أفضلية الكتب باعتبار نوعية التفسير فعندنا تفسير اعتنت باللغة وعندنا تفسير اعتنت مثلا بالمقاصد وعندنا تفسير اعتنت بجانب التفسير بالأثر وعندنا تفسير اعتنت بجانب يعني بيان الحكم والمقاصد والعلل وذكر القواعد عندنا تفسير مختصرة عندنا تفسير متوسطة عندنا تفسير مطولة يعني بهذه الطريق ولذلك عندنا مئات الكتب من التفسير للمتقدمين ولمعاصرين فيانا جيبارك الله فيك يعني ممكن أنك الآن أنا ما أعرف حقيقة يعني خلفيتك عن التفسير وماذا قرأت ممكن تشاور أحد طلبة العلم أو المشايخ يسألك بعض الأسرة وممكن تعتمد تفسير الحافظ من كثير الدمشقي رحمة الله عليه هذا التفسير خدم خدمة عجيبة خدم أولا بالمختصرات اختصر اختصر أكثر من مرة ولذلك تستطيع أنك تقرأ مختصر تفسير من كثير مثلا تقرأه كاملا وبعدين تنتقل إلى الأصل تنتقل إلى الأصل وأيضا مخدوم حتى من جهة الحكم على الحاديث والآثار والقصص الموجودة في هذا التفسير يعني من حيث الصحة ومن حيث الضعف ناجي يقول ماذا نقول في صلاة العيد إذا دخل الإمام وأردنا القيام ماذا نقول لا نقول شيئا أخوي ناجي بارك الله فيك يا إخواني يا أخواتي أنا كثيرا ما أنبه على ضرورة الاهتمام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ من هديه وسيرته والنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى ما كان أبدا يكون بين يديه لا أذان ولا إقامة ولا شيء من الأصوات هذه وإنما الناس يكبرون فقط فإذا دخل النبي سلم ليصلي توقف الناس عن التكبير ولذلك أخي الفاضل يعني يقوله بعض الناس الآن صلاة العيد أثابكم الله ينادون هذا غلط ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينادى له الصلوات الخمس الذي ينادى له صلاة الجمعة الذي ينادى له صلاة الكسوف لماذا لأن تأتي بغتة وتأتي فجأة ولذلك لما كسفت الشمس أمر بلالا أن ينادي الصلاة جامعة لأن الناس غير مستعدين أصلا فيحتاجوا أن يجتمعوا لكن العيد أنا وأنت والناس كلهم يعرفون متى العيد إما يوم ثلاثين وإلا نكمل العدة فالناس مستعدين ومتهيئين ما في داعي أننا نقول الصلاة جامعة وما ينبغي للناس أن يقلد بعضهم بعض يعني بعض الناس يسمع في مكان الصلاة جامعة أخذ على أن سنة لا ميب سنة لابد أن يتنبه الناس ولذلك بعض الفضلاء الأخيار المحبين للخير يريدون الخير لكن يخطئون ليس كل مريد للخير يدرك الخير صلاة الجنازة ما ينادى لها صلاة العيدين ما ينادى لها صلاة الكسوف والخسوف لا ينادها ليش لأن الرسول السلام نادى لها الرسول السلام نادى لها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى مصلى العيد ما يصلي ركعتين سنة نتبع النبي عليه الصلاة نجلس في المصلى إذا كان الناس يروحون صلاتهم في المساجد لا يصلوا ركعتين ليش لأن المسجد غير المصلى والنبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين طيب عندي فاصل قصير ناجي بقي لك سؤال إن شاء الله بعد الفاصل أنت وبقية المتصلين انتظرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فتاوى برعاية جمعية الشارقة التعاونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا يا وصلت اشتركوا في القناة الحب العزيمة والجودة الصحية كل ده في مكان واحد احنا 57-57 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أحياكم الله من جديد ناجي في سؤاله الأخير يقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات على وتر في عيد الفطر وهل دائما نأكل على وتر أخي ناجي نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلن الفطر يوم العيد لأن الصوم يوم العيد محرم لا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات يقطعهن على وتر بمعنى إذا أكل اثنين كملها الثالثة إذا أكل أربعة كملها الخامسة وهكذا يقطعهن على وتر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يوتر في التمرات إلا في عيد الفطر إلا في عيد الفطر ولذلك يعني بعض الناس الآن من المحبين للسنة والخير تجد مثلا في المجلس العادي مثلا إذا أكل شخص مثلا تمرة قال أوتر أوتر لا ما في دليل ما في دليل ما ثبت أنه السلام كان تقريبا يوميا يأكل التمر يوميا يأكل التمر ما كان مع توفر دواع النقل ومع وجود هذا الأمر ما نقل عنه أنه والله ده في عيد الفطر لا أوتر أما في غيرها ما كان يوتر عليه الصلاة والسلام ولذلك هذا يعتبر حقيقة من الفهم البعيد حقيقة عن الهدي النبوي في قضية والله يقول لك لا أوتر أوتر حتى بعض الناس الآن إذا قدم لك فنجان القهوة وشربت مرتين قال لك أوتر كيف مرتين بس ولعطاك مثلا كاست الشاي مثلا مرتين شربت قال لك وين الوتر أوتر وهذا غلط هذا غلط لا مبصحي الكلام هذا هذا فقط في عيد الفطر بارك الله في الجميع أم محمد من ألمانيا تقول يعني هم زوجها يعني اقترض مبلغ كبير تقول يعني ما استطاع السداد وليس له طاقة بتسديد هذا المبلغ يقول دخل مشاكل مع قريب لنا لأنه هو الذي أقرضه وقال بأني أنا لست بيعني مسامحكم أو ما أبرأت ذمتكم وشيء من هذا القبيل تقول أنا مشتاقة للحج يعني لو رحت للحج في مشكلة زوجي هو المقترض علي مشكلة لا يا أختي محمد ما لك علاقة أنت أنت ما لك علاقة رضي الله عنك وبارك الله فيك فلك أن تذهب إلى الحج ولله الحمد إذا يعني استعملت الطرق النظامية والشرعية والقانونية ما فيه بأس تذهبين ولله الحمد ما لك علاقة الرجل هذا ما يطالبك يطالب زوجك حتى زوجك الآن لو افترضنا بأن زوجك الآن مبلغ كبير جدا ولا طاقة له به ولا يمكن يعني أن يسدده وعنده مبلغ للحج يأتي ويستأذن هذا يقول الله أنا عندي الآن مثلا مثلا ثلاث ألاف يورو مثلا أعطيك إياه أم لا أحج فيها فيستأذن يقول أروح مع زوجتي للحج ندعو الله عز وجل ليسر أمورنا هناك إن أذن له ذهب إن لم يأذن له يسدد هذا هذا الكلام خاص بزوجك وبعدين يا أم محمد الله يرى ذلك يعني وصية لك مدام أنك قلت عن هذا المبلغ ودخلكم في مشاكل يعني أولا زوجك يجب أن يبيت النية إن شاء الله من الصالحين يبيت النية على السداد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه فالله عز وجل بهذه النية الطيبة وبهذه الطوية الخالصة الله عز وجل بيسر للسداد من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يشعر فدائما يبيت في نفسه هذا الأمر على رغم يمكن خصومة المقابل ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا الرجل يعني أموال هذه حتى لو جرح بكلام أو كذا يبيت النية يعني لا يبات إلا ونية السداد لا يستيقظ إلا ونية السداد الأمر الثاني عليه بكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى جملة من الأدعية من جملتها أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لما قالها الرجل المديون اللي كان عليه دين وهموم يقول فقضى الله عني ديني قضى الله عز وجل عنه دينه ولذلك تلفظة يتعلق زوجك بالدعاء وأنت أيضا تدعين الله عز وجل وفي أدعية كثيرة اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء الدعاء الطويل هذا موجود الحديث صحيح ولله الحمد كذلك الإنسان يسعى إلى أن متى ما أن توفر عنده شيء يسدد ولذلك لا يجوز لزوجك أن يتصدقوا عليه دين يتصدق صدق على هذا هل من العقل أن الإنسان يترك الفرض علشان السنة غير معقول هذا واجب إلا أن يستأذن الرجل فيقول له والله أنا أبغى تصدق مبلغ صغير عسى الله عز وجل يبارك لي حتى أسددك مثلا ممكن لكن إذا قال لا أنا لا أسامحك تعطيني كل ما يتوفر عندك من مبلغ تعطيني يسدد يسدد باستماوله ولا يستقل هذا الشيء أفترض مثلا زوجك دينه مئة ألف وجدها مثلا مئة يورو مثلا يعطيه يقول لها عندي عندي مئة يورو تفضل إن سامح الحمد لله إن ما سامح هيأخذها وهذا يخصم هذا يخصم ومع مرور الوقت بإذن الله يجد بأن الله تعالى أعانه أبو أحمد من عجمان بارك الله فيه يقول أنا أحيانا لما أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول أزيد يقول اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين معكم ذلك يا أبا أحمد ما أجمل هذا الدعاء ما أجمل هذه الصلاة طيبة طيبة بارك الله فيك رضي عنك والنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه مظهر من مظاهر الإيمان مظهر من مظاهر العبودية لله ليش لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلوا صلاة وسلاما دائمين متلازمين مستمرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم القيامة إلى يوم الدين عدد ما خلق الله عز وجل عدد ما رزق الله عز وجل عدد ما منع الله عز وجل كل هذا طيب بارك الله فيك وأهم شيء يا أبو أحمد أننا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي نحب يمثل محور حياتنا ومحور حياة المسلمين كلهم أهم شيء مع هذه الصلاة أننا نتبعه شوف أي شيء قالها النبي سلم نتبعه فيه أي شيء منعه نمتن عنه عليه الصلاة والسلام أبو أحمد يقول بعض المساجد لما يقرأ الفاتحة ويصل إلى قوله وللضالين يقول أشعر بأنه يمد عشرين حركة يقول ما الحكم أحمد ما تلاحظ عشرين حركة شوي مبالغ فيها ينقطع نفسه أظن إذا قلنا عشرين حركة أعتقد طويلة جدا لكن أنا والله أتفق معك بعض إمة المساجد من أحبابنا وإخواننا والطيبين الفضلة فيه مبالغة في المدود فيه مبالغة بعضهم يتجاوز حقيقة لا هي ست حركات لا يتجاوز ولا الضالين آمين ما فيه مدعي المبالغة يعني فعلا بعض الناس يبالغ يبالغ في المد سواء في الضالين عفوا ولا الضالين وفي غيرها أيضا حتى في بعض المدود الواجبة تجد يعني يبالغ في قضية المد عموما المسألة سهلة يا أبو أحمد تزوره أو تتكلم معه بعد الصلاة وتسألة تقول لهذا المد موجود ولا لا اعرض نصيحتك بطريقة السؤال مثل ما قال موسى وهارون هل لك إلى أن تزكى أخرجه والنصيحة ما أخرج إيش السؤال فأنت يسأل يقول له في مد موجود بهالطول هذا يقول لك لا أكيد يقول لك لا ما في مد عندنا عشرين عشرين حركة ولا خمس طعش حركة فقل له والله أنا أشعر ما أدي أنا واهم ولا ما أدري هذا يعتقد بأنك يعني من الحكمة أنك توصل مثل هذا الأمر أبو أحمد يقول فيه شخص يعني حاب يشتري بيت و يقول نعم يقول حاب يشتري بيت وعنده قريب حاب أنه يقترض منه يقول قريبة مشتبه في أمواله يقول ما أدري يعني في مشكلة ما في مشكلة يجوز للشخص أن يقترض من شخص يعني يعتقد أمواله مختلطة فيها حلال وفيها حرام أو فيها شمع ما فيها شيء والورع ترك ذلك إذا تقول والله أنا أنا أتورع لا الورع ترك ذلك لكن إذا احتجت بدلا ما تروح تأخذ ربا ولا تأخذ شيء ما في بأس لو أخذت من هذا ولا شيء عليك الإثم عليه هو إذا كان يأكل حرام أو يدخل في المشتبهات أبو أحمد سأل يقول اليوم أخرج زكاة الفطر ما حكم ذلك طبعا أنا عطيتها الجواب كاش مثل ما يقولون في نفس اللحظة وقلنا لأعد هذه صدقة من الصدقات يا أبا أحمد أخواني وأخواتي النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى وقال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات والنبي عليه الصلاة والسلام رخص وأذن أن تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين بيوم أو يومين وهذا دلالة على أن على أن التنصيص على اليوم واليومين مقصود التنصيص على اليوم واليومين مقصود ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخرج قبل ذلك من أهل العلم من جوز قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث و اعتمدوا على بعض الآثار الصحيحة الثابتة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما يعني ليلة 28 يجوز للإنسان يبدأ بإخراج ليلة 28 يجوز للإنسان أن يخرج زكاة فطره و من أخرجها اليوم و اللي أمس و اللي قبله يعني كما حصل ذكرت أنا كثير التصوير عليه هذه صدقة من الصدقات إذا أرادوا فعلا يؤدوا زكاة الفطر على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فليتقيدوا بهديه ولذلك زكاة الفطر بالنسبة لرمضان كسجدتي السهو بالنسبة للصلاة سجدتي السهو متى تكون إما قبل السلام و إما بعد السلام زكاة الفطر إما أن تكون قبل العيد بيوم أو يومين أو تكون بعد دخول وقت يعني بعد دخول يوم العيد يعني إذا دخل العيد قبل الصلاة هذه لذلك تنبه لهذا بارك الله في الجميع أم محمد من السعودية تقول فيه امرأة عندها تقريبا أربع تلاف أو خمس تلاف ريال زكاة تقول أختها يعني وضعها صعبة هي وزوجها وكذا وشيء تقول ممكن تعطيهم يعني هذه الزكاة ممكن ممكن هؤلاء أولى من غيرهم والنبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول اجعلها في الأقربين فإذا كان زوجها ما يشتغل أو عليه ديون أو عنده مشاكل أو عنده كذا وأختها فقيرة ما فيه بس تعطيها أختها وتعطي زوج أختها أيضا يعني إذا أعطت أختها الحمد لله لأنه ما تجب عليها نفقتها وإذا أعطت زوج أختها كذلك جائز أم محمد تقول أحيانا في الركوع لما أركع أقول سبحان ربي بدل العظيم أقول الأعلى ثم أنت به تقول آتي بالعظيم علي شيء ما عليك شيء مدام استدركت هذا الأمر في وقته ومحله ما عليك شيء ولله الحمد ولا تسجد للسهو يعني تقول سبحان رب الأعلى وبعدين تقول لا العظيم يعني كنت تريد أن تقول أعلى بعدين قلت العظيم ما عليك شيء ولا عليك سجد السهو ولله الحمد والمن أم فايز من الأردن تقول زوجها توفي قبل أربعة أشهر تقريبا في 22 جماد الأولى تقول الآن بالنسبة لي كيف أحسب العدة إذا كان شهر رمضان 29 أم فايز أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يغفر لجميع موت المسلمين أخت الفاضلة الأصل طبعا العدة عدة الوفاة بالأشهر القمرية هذا الأصل بالأشهر القمرية فإذا كان الشهر يعني بالنسبة للهلال إذا كان الشهر 29 خلاص هذا شهر كامل إذا كان مثلا الشهر 30 تلتزم المرأة بهذا لكن إذا كانت الوفاة جاءت في وسط الشهر فإنه يجب على المرأة أن تلتزم الشهر كامل يعني مثلا أنت 22 الشهر اللي بعده تلتزمين إلى 22 إلى 22 يعني تكملين الشهر كامل وبعدين إذا كانت الشهور ناقصة يعني مثلا الشهر ناقص خلاص تنتقلين من العدد الكامل للشهر إلى الاعتبار الرؤية اعتبار الهلال يعني مثلا الآن أنت من 22 إلى 22 مثلا قلنا الجماد الأول رجب بعدين رجب صار تام ثلاثين خلاص تكملين وهكذا أي شهر ناقص بعد ذلك إذا نقص الشهر تعتمدين الرؤية تعتمدين رؤية الهلال بارك الله فيك تقولين والله صار عندي لخبطة وحاسة أني كذا كم لي الحمد لله يعني عندك أربعة أيام فقط يعني أغلب الشهر يعني في الغالب ما يجتمع أربعة شهور تامة وربعا يعني في الغالب جرت سنة الله الكونية نمات اجتمع أربع شهور كاملة أو ناقص أربعة شهور فإذا حبيت يا أخت الفاضل أنك تحتاطي لنفسك طيب أنك تزيدين إذا تقول لا والله أنا أبغى ألتزم الرؤية مثل ما قلت لك إذا انتهيت من الشهر الأول تعتمدين عاد الرؤية من حيث نقصان الشهر أو تمامه أم فايز تقول بأنها يعني أحيانا تصلي تقول أصلي الحمد لله يعني أجيب الصلاة كاملة إلا في التحيات تقول أثني رجلي وأحيانا أجلس على الكرسي تقول ما العمل في مثل هذه الحالة العمل يا أم فايز تتربعين الله يرضى عليك ويبارك فيك تجلسي متربعة هذا هو العمل فإذا الآن انتهيت من السجل الثاني فرق على خيرة بدل ما تتنين رجلك وتتعبين ويأثر على ركبك وحالتك الصحية وبدل ما تنتقين إلى كرسي وتحركين نفسك كثير لا اجلسي متربعة رضي الله عنك وتقبل الله منك واضح التربع معروف أعتقد يا فايز واضح التربع الجلسة يتربع على الناس كل الناس يجلسوا الجلسة تحطين يديك على ركبتيك أو فخذيك عبدا وتشهدين يعني ترفعين أصبعك وبعدها تسلمين وأنت متربعة أم فايز تسأل تقول بالنسبة لل تقول أحيانا أحلف على الشخص والله ما أجيك وفي نفسي أنني أقيد هذا المطلق من الحلف بيوم يقول الناس ما يدرون وبعدين آتي علي كفارة لا ما علي كفارة عندنا قاعدة في أبواب الأيمان والحلف والقسم أن النية تقيد المطلق من اليمين تقيد المطلق من اليمين مثل حالتك يعني الشخص قال والله ما آتيك وهو في نية في نفس اللحظة نية متصلة في نفس اللحظة أن اليوم قصد اليوم يجوز يذهب لثاني يوم ولا عليه شيء ولا الله الحمد ولا منه فاطمة بارك الله فيها تسأل تقول هل زكاة الفطر تخرج نقودا أخت الفاضل أولا النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر طعاما والطعام ليس هو النقود وإنما الطعام الذي المعروف الذي يقتات منه الناس وجعلها من طعام المسلمين طعام الناس وما جرى قال العلماء كل ما يعني اعتاد الناس أكله مما يقتاتونه هو هذا الطعام وذلك مثلا عندنا الرز الآن قديما كان البر والتمر مثلا والشعير هذا طعام الناس الآن طعام أغلب الناس الرز ولذلك زكاة الفطر تخرج طعاما تخرج طعاما وهذا قول جماهير الصحابة وجماهير العلماء من السلف والخلف يقولون بأن زكاة الفطر مقصود الطعام مقصود لذاته مع وجود الدرهم والدينار وجود الذهب وجود الفضة موجودة في عهد النبي سلم وموجودة الحاجة إلى النقود والفلوس أيضا في عهد النبي سلم كان الناس يجدون طعام ويجدون الثياب لكن يحتاجون النقود ما قال النبي سلم أخرجوها نقود أو على حسب الحاجة لا هذه شعيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال هي الطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين الأمر الآخر يعني من المهم جدا أن نعلم بأن مثل هذه العبادة فريضة واجبة ومحاولة الإجتهاد فيها خاصة والنصوص ظاهرة حقيقة يعرض عبادة الإنسان للخطر فالإنسان قد يعني يذهب عليه أجر هذه الزكاة لأنه غيرها في مسألة أخرى ودائما حقيقة ونبع عليه أخواني الآن زكاة الفطر ما بين 15 درهم إلى 20 درهم للنفر الواحد إيش تسوي هذه بربكم لفقير أو مسكين لماذا يحرم الإنسان نفسه من باب الصدقة اللي الله عز وجل دعا إليه وحرض عليه وبيّن الأجر للصدقات إذا كان الإنسان يقول الله الناس محتاجين إلى صدقة يخي طلع 50 درهم صدقة طلع 100 درهم صدقة طلع 500 طلع 1000 هذه لك وليس عليك كل ما تنفقه إنما هو لك وليس عليك الذي تستعمله من الأموال في الدنيا هو الذي يذهب وستحاسب عنه يوم القيامة أما الذي تتصدق به فهو الذي يسبقك يسبقك يوم القيامة فتجد الأجر والثواب والمقصود يا أخد فاطمة تخرج طعاما وليس نقودا لكن بعض الناس يشكل عليه يقول طيب الجمعيات الآن يقولون يعطونا صاع 15 درهم أو 20 درهم مثلا يقول طيب أخذوها الجمعية فلوس نعم يأخذونها لأن سيشترون لك طعام فيها هم يأخذون أحيانا من الآن يعني بعض الناس مثل أخونا اللي قبله شوي أخونا بوحمد الآن الجمعيات توزع من فترة تعطي إعلان بأن الآن الذي يريد أن يؤدي زكاة الفطر يدفع لنا الآن هم ما يخرجونها الآن بعض الناس سفها من الجمعيات تخرجها لا أبدا الجمعيات تخرجها قبل يوم العيد بيومي بيوم أو يومين أو ثلاث ولذلك عندهم عندهم نظام عندهم ترتيب معين فلما تجتمع هذه الأموال عندهم يصير عندهم حسابات واضحة فيبدون يخرجونها داخل الدولة وخارج الدولة عندهم فروع عندهم كذا بحيث أن يشتنون الطعام خارج الدولة يصيروا مرتب وجاهز ما يخرجونها قبل يعني من أول العشر أو من أول رمضان فكونك أن تدفع المال لهم ما دفعت زكاة الفطر نقود لأن الطعام يشترى بالنقود فهم الذين يشترون لك الطعام فاطمة أيضا تقول أنا لما أصلي مع الإمام في المسجد مثلا ويقول سمع الله لمن حمد تقول أنا أقول أيضا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ما حكم ذلك ما في بأس لأن هذا ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ولكن هذا ليس على سبيل الدوام يا فاطمة مو على سبيل الدوام والاستمرار العمل على أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمد المأموم يقول ربنا ولك الحمد لكن إذا قال المأموم سمع الله لمن حمد أيضا لا حرج عليه في ذلك ولذلك العلماء يقولون قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل للإمام وللمأموم وللمنفرد هكذا يعبرون يعبر الفقهاء فاطمة تقول أهدي إلي مصحف عليه اسمي بخط كبير ما حكم ذلك طيب هدية المصاحف طيبة حتى لو كتب عليه اسمك مثلا طيب ما في بأس يعني خصص لك وكتب عليه اسمك ما في بأس ويجوز الإنسان أنه يقتني مصحف ويقول هذا مصحفي أو يكتب عليه اسمه مثلا طيب ما في شي بارك الله فيك أبو علي من العين يقول ممكن أني آخذ فطرة رمضان كيس رز وعطيه فقير بيت واحد كلهم فقر ومساكن يجوز يا أبو علي يجوز أهم شيء أنك تكون حسبتك واضحة كل نفر يا أبو علي اللي في البيت كل نفر ثلاثة كيلو أنتم كم عددكم كيسر الرز هذا كم كيلو لازم تسير حساباتك دقيقة فإذا كان فعلا يكفي أهل البيت ويزيد أحيانا طيب ويجوز تعطى زكاة الفطر لفقير واحد يجوز مثلا لو أنتم جيران ولا عائلة ولا جماعة وحدة وجمعته مثلا نقول مئة كيلو رز يجوز تعطونا فقير واحد يجوز ما في بأس ولله الحمد والمن أبو علي يقول أنا يعني ممكن أني الفطرة أخليها الطعام في المطعم لا الفطرة ما تكون شيء مطبوخ الله يرضى عليك يبارك فيك الفطرة تكون شيء ني يوزن الني هذا يوزن صاع لأن المطبوخ هذا ينقص طال عمرك مع الطبخ ولذلك تعطيه صاع ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو تعطونا للفقرة والمساكين أما قضية في المطعم لا هذه ممكن الكفارات كفارات الصيام يمكنك سمعتني مرة نبهت عليها إطعام مسكين المقصود إطعام إشباع إشباع مسكين هذا ممكن توديه للمطعم وتقول مثلا عشيه ولا غديه بعد رمضان تصير من الكفارات بارك الله فيك محمد بن العين يقول أحيانا وأنا أصلي لوحدي يقول أتوهم يقول قرأت الحمد ولا لا أخوي محمد الله يرضى عليك إذا كنت شكيت وأنت قائم الآن قرأت وقرأت قلوه الله وحد ثم شكيت وقلوه أنا ما أدري قرأت الفاتح ولا لا ارجع للفاتح ارجع للحمد اقراه من جديد أما إذا ركعت ورفعت تقول الله ما أدري لا خلاص أنت باعتبار أن قرأتها ولا لا الحمد ولا منها ما ترجع لها ما ترجع لها بارك الله فيك تفضلوا يلا محمد تفضلي السلام عليكم عليكم السلام أنا أتصال عليكم شوي أنا أسألك هل تأتيها الذكاء كلها ولا لا إيه 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 محمدي إيه نعم إذا كان عنده عيال وعندك إيه إيه ما فيها شيء إذا كان عنده عيال وعنده التزامات وعنده كذا تعطيها كلها خمس تلاف أرطاء أو شي تسوي بالوقت هذا ما تسوي شيء طيب شيخ ولي شسمه ولي قلت لك سبحان رب الله على في الركوع أقولها ثلاث مرات وما تذكر ورجعها أعيدها سبحان رب العظيم إيه ما فيه شيء إذا رجعت وقلتها ما عليك شيء الحمد لله أهم شيء قلتها وانت راكعة نفس الشيء نفس الشيء مدام قلتها وانت راكعة وعودت جبت سبحان رب العظيم عدلت وصححتي ما عليك شيء يا ربي صحح بذرك إن شاء الله بالعافية الله يجبك خير وإحبك العام الله يشتغيك مع الشيء فضلي حبيبة السلام عليكم يا شيء عليكم السلام كل عام وانت بخير انت طيبة الله يخليك شوحكم ست أيام من شوال وانا عندي دين يعني وتعبانا مريضة بالكلي وابا أصوم ست أيام من شوال ونخلي الدين من بعد هذا شوحكم عندي شعر يا حبيبة مرحبا بعد أم أنس السلام عليكم السلام عليكم على السريع يا مأنس عليكم السلام عفو شيخ أسيرك على الوشم اللي يحرق الدين داخل هذه اللحم الوشم اللي على الجلد داخل الجلد طيب من حيث الحكم الشرعي يعني الحكم الشرعي والحديث مصار جدال بين ابني وصديقة فقال الله إحنا محللين هذا فقال له هو حرام هذا الوشم طيب سؤال آخر أم أنس نعم الملائكة من إجراء على النبي إبراهيم فقال له إحنا قوم مرسلون من النبي لوت ذلك يعني مسافة من النبي لوت والنبي إبراهيم المسافة يعني نعم نعم هم يعيشون في عصر واحد قصدك ها ها أي طيب إن شاء الله نبهك بإذن الله نكتفي طيب طيب محمد من العين يقول الفطرة يقول قبل إحنا الفطرة نوزعها في الحارة يعني بيننا واحد يعطي الثاني ما حكم ذلك ما يجوز الفطرة يا أخواني يا أخواتي أنا بالأمس نبهت زكاة الفطر للفقرة والمساكين ما هو بالأغنية والموسرين ونبهت على هذه العادة اللي حقيقة عادة تتصادم مع الشرع يقول لك بعض الناس عطني فطرتك وأعطيك فطرة يعني من باب الترف والكسل يقول وين ندور الفقير الفقر مليانين في كل مصر وعصر ما يخلوا منهم زمان ولا مكان ولذلك ما يجوز يا محمد تقول الله جارك الله مغنيه ومعطيه كيف تعطيه فطرتك الفطرة يقول لنا سلم طهر للصائم من اللغوي والرفث وطعم للمساكين إذا كان جارك فقير أو مسكين طيب أما إذا كان غني والله تبادلون للزكاة هذا التحايل على الشرع ما يجوز حبيبة بارك الله فيها تقول بأنها يعني عندها قضاء وحابة صوم ستة أيام وتقول مريضة بالكلة أسأل الله يعافيك ويشفيك ويكتب أجرك أخت الفاضلة اشتغلي بالقضاء ستة شوال ما هي بواجبة وانت مريضة الله يرضى عليك والله يوم القيامة بيسألك عن رمضان وعن القضاء ما يسألك عن ستة من شوال احرصي الله يرضى عليك على القضاء احرصي إذا قدرت بعد القضاء تصمين ستة من شوال طيب أم آنس من العراق تقول ما حكم الوشم تقول فيه جدال بين ابني وبين صديقة الوشم حرام وكبير من كبائر الذنوب وصاحب ملعون على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة يحرم الوشم على الرجال وعلى النساء وهذا من عمل الشيطان لأن الشيطان قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله فعلى الأولاد أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا الوشم هذا محرم عندنا في شريعتنا بارك الله فيهم وأصلحهم والله عز وجل أم آنس الملائكة لوط هو ابن خالة إبراهيم ولذلك عفوا أو خاله إبراهيم لوط في زمن إبراهيم في زمن إبراهيم عليه السلام في زمن إبراهيم ولذلك الملائكة لما جاء إبراهيم بالبشرة استغرب يعني أكيد الملائكة ما ينزلون فقط لقضية البشرة فلما سألهم قال أخبرهم بأنهم ذاهبون إلى إلى قوم لوط ومعذبوهم وإبراهيم طبعا مباشرة قال طيب لوط ومعه قال منجوهم إلا امرأته كانت من الغابرين هذا المعنى باختصار إخواني وأخواتي نزولا عند رغبة كثير من الإخوة وأيضا حرص القائمين على البرنامج على وضع أسئلة تخص ختام شهر رمضان يعني من زكاة الفطر صلاة العيد التكبير أشياء كثيرة خصصنا الأيام الباقية لخلاصة الأسئلة التي وردتني في البرنامج وأيضا خلاصة المساء المتعلقة بهذا الأحكام لحاجة الناس إليه ولذلك أعتذر منكم عن قبول الاتصالات من يوم غد إلى العيد سيكون البرنامج كل حلقات متعلقة بأحكام العبادات التي في آخر الشهر وإن شاء الله ستجدون فيها النفع والفائدة خاصة هناك أجوبة كنت سريع فيها حبيت أني أرتبها لكم حتى تعم الفائدة أشكركم على المتابعة ألتقيكم على خير قريبا بحول الله وقوته سائلا لله عز وجل يجعلنا وإياكم من المقبولين وأسأله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان ونحن وأنتم والأمة العربية والإسلامية بكل خير وفلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون